الخبر اولي عادنا عن رد يا رمار عن المحادثات المفبركة اللي نشروها عنها يا حبايب اللي كان بها يا رؤمها دي يسبون قمر الطائم باسم الاشخاص اللي شافوا المقطاع السابق يا حبايب يعرفون عن شو نداحك بالضبط عن شو القصة بالكامل فتوصلت بي يا رياء يا حبايب وهو حجت القصة بالكامل وشرحت لي ان نشروها هذا الموضوع عبارة كذبه اكثر ودليل يا حبايب راح احطوكم مع بعض شوية لغم اني سبقوا ذكرتكم يا حبايب انو سكرينات شوت او سكرينات فيديو ما حد يصدقها الا ذي شات مثبتة 100% ودليل على هذا الموضوع يا حبايب كما شايفين بهذه المحادثة قدامكم اللي هي شات المراسلة بيني وبين ساراتيوب قررت لكم بيني وبين كأنه قمر الطائم وهي فوتوشوب مو حقيقية يعني عبارة عن فوتوشوب مو اكثر وحتى فيديو يا حبايب كما شايفين بهذا الفيديو عصت مراسلة بيني وبين قمر الطائم ما شايفين حتى حقدر ادخل على حسابها وكأنه مراسلة بيني وبينها مع انه هي بالحقيقة ماكوششي مثل ما شايفين دخلت حالي على القمر ودخلت على سورياتها وكأنه انا شايف مراسلها كأنه قمر قاعدت السب يارا فولفوزيارة يا حبايب اطلعت وشرحت بالموضوع بالكامل وصدقول ان هذي محادثات فيك مو اكثر وكذبية يا حبايب ولكن صارت تتاع القمر طاين والله يوفقها وهذي واضح انهم اصدقائي الان وصلاح كلام كلش حلو من يالي يا حباب رحطو لكم اياه هاي فهد كيفك اول الشي بدي حكيك عن موضوع المحادثات المحادثات طبعا كلها فبركة وكلها تغلط وهذا الشي ممكن يصير مع اي حدا عادي بس للاسف كان في عالم عم سناني على نكشلة حتى انه تطلع وتحكي وكلام فاضي وما له اي معنى انا هاي البنت بالذات بعدها عنا سفر سنة وانه يعني ما في بيني وبينها اي شي وعم قول الله يوفقها ويبعدها كمان عني بس انكم ادخلوا ماما بالموضوع حسيت انكم زوتوها شوي وصار لازم اني اطلع انا واحكي بهذا الشي ان الواحد عادي بيقدر يفبرك وانا هلأ مستعد اني افبرك لكم هذا الشي واطلع نفس المحادثات على غير شخص وعلى اشخاص مشهورة لسه اكتر بس وحتى انا سبق من يومين نزلت لكم فيديو وحكيت لكم انه مو اي شي بيطلع على السوشال ميديا بتصدقوه ما بعرف اذا فهمتوا هذا الحكي مني ولا لا بقى ما بعرف يعني والله تفكيركم لوين وصل او لأي درجة وصل انه ما بعرف وبس بحب الكم انه شكرا لكم كتير وشكرا على في عالم كمان كانت سيقتفيني كتير كبير لو ما صدقت اي حكي من هذا الشي بحب الكم لانه كتير بحبكم وبس شكرا لك فهد كمان بدي فهمكم شغلة او بدي فهم المتابعين شغلة هو انه انا لو فعليا متل ما عم تحكوا انتوا انهم بدي ضر حدا او بدي احكي على حدا انا قريدي كان من الاول اطلعت وحكيت وكمان استفدت وشغلات كتير كنت اطلعت عملتها وبس مع ذلك انا تميتني ساكتي وكملت لحالي ولا كأنه في شي وحطيت كل شي ورا ظهري ومشيت عليه وما بهمني لا هاي البنت ولا غيره ولا ابدا اي حدا من اللي كانوا قبل او هلأ رح يكونوا انا قريدي لحالي ورح اكمل لحالي بس انها وصلت المقطع اتمنى اعجابكم حباب قاعدين نتعاف فحطونا الزر لايك اشتركوا بالقناة وبس جايكوا في هذه المقاطة بميكة القصاص احبكم وهواية اموت بكم وبس مع السلامة